استق ما تراه من الأنعام فرآ مئتي ناقة من أجمل نوق العرب فأخذها فإذا هي لمن؟ هي لعبد المطلب ثم أتى عبد المطلب يسأل عن نوقه قال أخذها ماذا يريد؟ قال يريده هدم البيت فقرب من سائس الخيل أو سائس الفيل وتوسط له أن يدخله على عبرها وكان عبرها يجلس على عرش فلما دخل قال هذا سيد مكة يريدك ولا يمنعك من هدم البيت فقال أدخلوه فلما دخل نزل أبرهة من عرشه إلى بساط في الأرض فجلس بين يديه ورأى رجلا جسيما نسيبا وسيما قال ماذا تريد؟ قال أتيت أسألك إبلي فإن جيشك قد أخذها قال آتي لهدم مأترتك ومأترة آبائك وأجدادك وتأتي تسألني في إبل قد سقطت من عيني أعطوه إبله فقال الكلمة المشهورة قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه ثم قال أنا لا قوة لنا بك لا قوة لنا بك ثم انطلق إلى البيت الحرام وتعلق بأستار الكعبة ونادى لا هم أياء الله لا هم إن المرأة يمنع رحله فامنع رحالك لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك توحيد هذا الكلام بيتوحيد لكنه مشرك ثم بعد يعني يا ربي فيل وأتى لحمير وكسرهم وخثعم وكسرهم وثقيف وكسرهم وأتى إلي ليس عندي حول ولا قوة ولذلك